مجلس الوزراء يدين الهجمة الاستيطانية المتصاعدة في القدس واعلان نتنياهو عن بناء آلاف الوحدات السكنية في المدينة المحتلة وكذلك اعلان بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على أراضي مطار القدس الدولي حكومة الاحتلال تعمل على عزل القدس بشكل كامل عن محيطها الفلسطيني وانهاء اي فرصة لقيام دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين نحذر من التدعيات الخطيرة لهذه الخطوات وما يرافقها من اقتحامات المستوطنين الاستفزازية لباحات المسجد الاقصى انني ادعو العمال الفلسطينيين الى عدم العمل في هذه المستعمرات وادعو المقاولين الى عدم اخذ اي تعطاءات وادعو مزودي الحصمة وحجارة البناء والاسمنت ان لا يتعاملوا مع هذه الهجمة الشرسة على ارضنا وقدسنا ونريد منكم وقفة عز يدين مجلس الوزراء تشكيل اللجنة الامريكية الاسرائيلية لترسيم حدود كانتونات فلسطين برئاسة السفير الامريكي فريدمان والتي سوف تقضم اكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية وتفتتها الى بؤر معزولة بعضها عن بعض وتسلخ الغور الفلسطيني عن بقية الاراضي الفلسطينية ان الاعتراف الامريكي بالسيادة الاسرائيلية على جزء من الاراضي الفلسطينية لا يعطي شرعية او حق لاسرائيل بضم او استعمار اي جزء من اراضينا تؤكد الحكومة على رفضها واستنكارها للخطة التي اقرت امس لبناء خط سكة حديد من مطار اللد مباشرة الى منطقة حائط البراك مخترقا البلد القديمة من خلال نفق بطول واحد وثماني في العشر ميل يؤدي الى اسوار البلد القديمة مخلخلا بذلك اركان الحوض التاريخي للقدس الذي يعبر من تحت بلد السلوان في منطقة وادي حلوة اننا نطالب المجتمع الدولي واليونسكو وجميع محبي القدس والحريصين على تاريخها وتراثها ودينها التدخل لوقف هذا المشروع ونقف مع الاردن الشقيقة لمواجهة هذا الامر يستنكر مجلس الوزراء الاجراء العنصري لشركة امازون الذي بموجبه توصل الشركة البضائع للمستعمرات مجانا على انها جزء من اسرائيل ان هذا الاجراء يعطي شرعية للمستعمرات ويحرم الفلسطينيين من ذات الخدمة ايضا مطلوب من الشركة ان تصحح موقفها فورا في هذا الامر صباح اول امس شاهدنا جريمة بشعة للاحتلال حيث اغتالت قواته في خان يونس الشب محمد علي الناعم ونكلت بجثته واختطفتها هذا احتلال يقتل الفلسطيني بدم بارد في صورة يندى لها جبين الانسانية في تجاهل تام للقانون الدولي الذي تنتهكه اسرائيل ليل نهر وندين هذه الجريمة البشعة وندين التصريحات الاسرائيلية التي تعكس حالة الهمجية وتفشي الكراهية والعنصرية في مختلف مؤسساتها الحكومة الفلسطينية وبتوجيه من سيارة الرئيس اتخذت كافة الاجراءات الوقائية اللازمة من انتشار فيروس الكورونا وهناك تم انشاء غرف عمليات تجمع غرفة عمليات تجمع كل الوزارات ذات الاختصاص نطمئن شعبنا انه لا حالات تم تسجيلها حتى الان ولدينا الجاهزية للتعامل مع اي حالة اصابة تظهر ونتمنى السلامة للجميع لشعبنا شكرا جزيلا